سمعت شيء في الاختصاد يسمى النظرية الحدية تقول لك شو نظر الحدية في الاختصاد تقول لك إذا كنت جائعا وأكلت البرتقال الأولى فسيكون ذاقها جميلة وسترويك وستنعشك لما تأكل البرتقال الثانية ستنعشك وتغذيك ولكن بدرجة أقل لما تأكل الثالثة مثل ما نقول تنغث معتما تشوف الرابعة إشباع أعتقد حتى في الأمور الروحية ممكن لو أكلت ست سبع ممكن ترجع ترجع مئة في المئة الترجع هو الشك في المملكة عندنا إشباع إذا رحنا في السعودية عندنا إشباع قوي جدا وربما أكثر من لازم لماذا أقولك أكثر من لازم لأنه في شيء سؤال أهم مدام حنا سعوديين مدام حنا مسلمين إشباع في التديون أيوة في التديون في الوعظ يعني في الوعظ يعني أنت البلد مليان وعظ المدارس مليان دين وبعدين تروح في أي مكان يصير في وعظ تريد أن تروح للمكان علمي الذي يصير فيه الوعظ تروح مكان فالشاب معرّض دائما بذات الشباب الوعظ وعظ وكأنه يقال يعني كده الرسالة التي استلمها أنه كأنه نقص في الوعي الديني وهو محتاج لهؤلاء الناس أن يعظم وبعدين الوعظ يكون مباشر وطريقة الوعظ طريقة فيه أكثر غير محببة يا ويلكم وهذا اللي بصير وهذا اللي بصير وأنتم مقصرون حظرتك ضد الوعظ؟ لا الوعظ أي شيء يزيد عن ضد عن حده شو سيئ له؟ ما تقال حتى الدين لو زائز كل شيء كل شيء قاعدة ما زاد حبيبي عند الخوارج أيام علي بن أبي طالب ومعاوية وطلعتنا فرقة الخوارج إلى الآن ما نقول حلنا الناس الإرهابيين والأصوليين نتكلم عنهم نقول هذا الدين هم غير صحيح ولأنهم عندهم تشبع أكثر من لازم ولأنهم راحوا أكستريم يعني في عقصة الشي فكيف ما يصير يعني حتى الدين ممكن أن يكون فيه خدية شابت أن مشاكل الدنيا مشاكل الدنيا هي من زيادة الجرعات الدينية يعني الحروب التي صارت في أهلندا الحصول التي صارت في البخان الحروب التي صارت في العالم قبل النهضة وقبل عصر التنوير كلها بالدين بل حتى حرب العلم وحرب أصحاب العلم بسبب فأحيانا تجد أن القائمين على الدين العلم المقصود بالعلم الدنيوي العلم العلمي طبعا الدنيوي العلم الدنيوي وعندنا علم دنيوي بالإسلام مرتبطة من بعضهم الإسلام خاطب العقل الإسلام خاطب العقل بشكل كثير وأعظم يعني ما يفتخر به ربنا هو العقل الإنساني وبالتالي السؤال موجود وبالتالي حتى من التراث الإسلامي يقول لك عندك العرابي اللي ستدل على الله بإيش؟ بالبعرة اللي ستدل على البعيد يعني هل تريد أستاذ نجيب الزامل الكاتب وعضو مجسورة السابق السعودية أن تقول أن الإلحاد في السعودية سببه كثرة التدين تشبع تشبع في الخطاب الديني طبعا وطريقة اللقاء